عودة مرة أخرى عزيزي المشاهدين لفغرات برنامجنا وإن شاء الله ناخذ العظة من اللي قال أستاذ فهد إن ندير بالنا ما نشتري شيء إلا بعد ما نتأكد من وجود هالشيء ونعاينه ونحط البنود الصحيحة اللي على أساسها إنه نضمن حقنا وأيضا نضمن حق الطرف الثاني ولكن ديروا بالكم وخصوصا في أمور العقارات مثل ما قلتكم عزيزي المشاهدين في النهاية إنه رح يكون اليوم ضيفة معاي من المملكة العربية السعودية الشقيقة أخت عزيزة وقالية وعروس يديد بعدها ما شاء الله عليها حيوا معاي الناشطة في مجال السوشال ميديا الأخت سارة الودعانية رحبتك كيف حالت؟ خير الله يسلميك نورت الكويت بوجودكم يعطيكم ألف عافية على هذه الاستضافة سلمت ونورت الراي الله يسعدكم يا رب خليك يا رب وانتي أختنا يعني من مملكة العربية السعودية يعني ها أخوان ما شاء الله أكيد لا شك في ذلك نتكلم أول شي عن الشغل الشاقل هالأيام في أمور سارة الودعاني واللي هو العرس بدينا ها بدينا ها صارت ضجة كبيرة على عرسة سارة والكل يقول لنش تخافي من العين ها؟ لا 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 هل هذا فعلا خوف من العين أو إنما تحبين أحد يدخل في أمورك الخاصة؟ بخصوص إيش بالضلط أخاف من العين ليش؟ يعني إنما تبين أحد يدري وعرس وتتزوجين فجأة صار كل شي بسرعة آه أنه لا أول حاجة يعني لما تصير فيه خطبة على ما يصير فيه ملكة يعني هذه الفترة هي خاصة بين أهل العروس وأهل المعرس يعني كثير ناس في هذه الفترات ما يتفقون فليش أنا أجي أعلن شيء وما صار أو ممكن أعلن حاجة وهي فترة تجربة أو فترة اختبار أو فترة أنا قد أنجح معه أو ما أنجح نعم فأنا متى اللحظة اللي أنا أعلنت فيها لما فعلا تم تم وتأكدت الأمور وتأكدت الأمور نعم وصار في عقد قران وخلاص صار زوجي يعني بس أنت متناقضة شوف أستاذ عادم الناس قالوا أنا متناقضة أنه أنا كنت رافض الزواج الضبط أنا أبدا ما كنت رافض الزواج ولا أبيكم تظلون في ظل رجل وإن المطلقة بعد وما زلت على كلامي هذا لحظة في عندي توضيح ما زلت على كلامي أن المرأة ما تظل عند الرجال أنا كنت أتكلم في مجال العمل فقط أنا عمري ما قلت أنا ضد الزواج تماما وكنت أقول أنا أحس الزواج ما ينفع لي أنا يسارة حاليا عمري ما قلت ما ينفع لكل البنات نعم ما عمري قلت أو أنا أكد هذا الكلام لكن الناس أحيانا تفهم وتتسوي الشيء بالشكل اللي هم يبغونه وأنا ما زلت أقول أن المرأة ما تخلي حياتها ومستقبلها ونجاحها تحت ظل رجال يعني أنا أتكلم من ناحية عملية فقط في مجال العمل في مجال العمل فقط أنا ما تكلمت يعني حتى في مقابلات سابقة كنت أقول أكيد أنه أنا في يوم من الأيام بتزوج لأني أنا في النهاية أكيد أني أحتاج الحب نعم والحالة العاطفية نعم اللي كل أمرأة أو رجال يحتاجونها نعم وهذا الشيء الطبيعي نعم لكن أنا كنت أقول قد ما أكون مستعدة الآن بسبب شغلي وظروف شغلي بس لما يجي الشخص المناسب وجه الحمد لله أكيد والأمر حد الآن طيبة إن شاء الله نعم ولكن سبحان الله فعلا تزوجت في 27 نزين نعم نروحي لمجال آخر ظهرتي في أحد المقاطع تقولين للبنات ما عليكم من أحد وما عليكم من كلام الناس شنو الهدف من هالنصيحة وخصوصا أنه هاجموك على الكلام هذا شوف إذا على هاجموك أنا في كل مكان في ناس تهاجم ليش أنا والله ما أعرف يعني متحرر زيادة على اللزوم أنا متحرر زيادة على اللزوم في الكلام قصدي ولا في الكلام أنا مرة عندي حدود أكثر من اللازم لكن أنا ما أسوي التطبيل اللي يسوونها الناس يعني أنا أقدر أخذ الشخصية ترى أنا أعرف وش الشخصية اللي تعجب الناس أقدر أسوي الشخصية اللي تعجب الناس لكن ليش أسوي شيء يعجب الناس ما يعجبني أهم شيء يعجبتش أهم شيء أكون أنا على طبيعتي مقتنعة مقتنعة أنا مين أنا إيش إذا اتفقوا معي 10% مو بالضروري 90% تتفق معي لأنه أنا في النهاية إنسان أمثل ذاتي وأمثل نفسي أمثل بيئتي ومجتمعي وأهلي لكن لما أنا أجي أتكلم وأقول ما عليك من كلام الناس ترى أنا ما أقصد فيه تحرر أنا أكثر إنسانة بالدنيا أقول سوي يا بنت سوي كل شيء تبغينا لكن بحدود الأهل أنا أكثر واحدة بالدنيا أحب أن الأهل يكونون في الصورة وأن الأهل يكونون راضين تماما الرضا عن الشيء اللي تسويه بنتهم أو ولدهم بالضبط فأنا ما عندي هذا التحرر اللي هو الزائد عن اللزوم في النهاية كل شيء فيه لمت وفيه حدود بالضبط والشخص نفسه وبيئته يحددون هذه الحدود نعم فأنا لما أقول سوي تبغينا ما عليك من كلام الناس أنا أقصد فيها إذا أحد ما عجبه شيء ليس لازم تتحط طمين يعني أنجح بحياتك ثابري استمري سوي طموحك لكن لا تسمعين لكلام الناس اللي قد يخلونك توقفين في مكانك أو يحبطك أو يحبطك بضغط أنا هذا القصدي فيه أنا ما أقصد تحرري من المجتمع والقيود لا 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 نهائيا ما أقصد هذا الشيء إنزين ما رأيك بلقى يصير بالسوشال ميديا في إيش من أمور ممكن تطلع من نظام يعني عارفة التحرر الزيادة في السوشال ميديا الشيقلات السلبية اللي قاعد تصير أنا أقول إن هذا مو بش في السوشال ميديا في كل مكان يعني أول ما طلع التلفزيون أو المسلسلات ترى في كل وقت كان فيه هجوم على كل شيء جديد يعني جات فترة في الألفينات بداية الألفينات كان فيه رفض شديد للمسلسلات أو مثلا للدراما الكويتية كان فيه رفض شنيع لكل اللي قاعد يصير نفس الشيء اللي حين قاعد يصير بالسوشال ميديا أما قد يكون فعلا هذا ما يمثل الشعب نفسه أو أن الشعب نفسه يرفض أن تطلع عنهم الصورة هذه لأنه في النهاية أنت تمثل في أبسيطة مستحيل تقدر تمثل الكل بالضبط وأنا أرجع أقول مثلا بخصوص السوشال ميديا الشخص يرجع يمثل نفسه يعني مثلا فيه شخصيات تطلع بأسم معينة وبعائلة معينة شيء طبيعي لها ما تمثل عائلة فيه ناس ما تمثل أهلهم بالضبط يعني فيه أشخاص يشدون عن أخوانهم فما بالك عن مجتمع نعم ودولة كاملة نعم طيب أنت الحين زوجتي والله إن شاء الله يتمم عليك إن شاء الله أم وجدة إن شاء الله بإذن الله لو زوجت طلب منك إنش تتركين السوشال ميديا شو رح يكون قرارتك أنا متأكد أنه ما رح يطلب لو ما رح أحط لو لأني أنا متأكد أنه ما رح يطلب وإذا يوم الأيام تذي أنا زوجي أعطيه عيوني أي أنا زوجي أعطيه عيوني مثل ما أنه أنا أهلي كل شيء بالدنيا أكيد أنه زوجي بيكون مثل ما عزت أهلي لأنه خلاص هو شريك حياتي في هذه الحياة يعني لكن لما يجي شخص وأنت على شيء معين في حياتك يعني أنا لو لو تزوجت وبعدها انشهرت قد يكون إنه موك يقول اتركي هذا الشيء لأنه ما تزوجني وأنا كذا لكن هو جاء وتزوجني وأنا سارة اللي بالسوشيال ميديا وحبني وأنا بالسوشيال ميديا وحبني بحياتي هذه وطريقة حياتي أنا ما أتوقع والواحد بالمئة أنه ممكن في يوم من أيام هو يقول هذا الشيء يمكن أنه مذزوس جدي وقالوله لو رح تزوجها عشان تخليها تنقطع من السوشيال ميديا لا يبدو الزيعة يعني ما دعا تقول ما توقعين كلي لا 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 أبدا أنت جامعية ها سارة وأيضا أعتقد أن تخصصك عن النفس صحي شنو دور شهادتش في السوشيال ميديا شوف بخصوص الشهادة يعني شوف علم النفس يفيدك في كل مجال حياتك في البزنس سواء أنت بالسوشيال ميديا مع علاقاتك بشكل عام كل مجال مو بس في السوشيال ميديا علم النفس أكيد أنه يعني أكيد أني أنا تعلمت منه كثير كيف أتعامل وأفهم الشخص اللي قدامي أكثر يعني مع أنه أنا أخصائي نفسي يعني ندرس كيف نشخص حالات نفسية كيف العلاج كيف يعني تطور العلاج لكن أكيد أن أفادني كثير بحياتي كلها مو بس بالسوشيال ميديا علم النفس طيب يعني أنت قارية شخصيتي يعني أنا يعني أكيد أني فاهمتك تدرين أني أقول ممكن سؤال محرج أو شيء إن شاء الله أتقول إن شاء الله إن شاء الله أنت ضيفة و أنت صاحبة مكان طبعا فنحترمج في بدايتك أستاذة سارة ما كان المجتمع متقبل سارة الودعاني زين؟ السؤال يطرح نفسه هل الآن تقبل المجتمع سارة الودعاني؟ شنو تأثير ردة فعل المجتمع عليك؟ شوف هنة وطبعا هنة في السعودية يعني محافظين نعم أنا ترى ما أتكلم محافظين من الأشخاص نفسهم لكن بالصورة العامة نعم يعني مثل ما أنه في رفض على سارة في قبول كثير أكيد لكن الغالب أكيد والشخص اللي شوفه الرفض أو هنة اللي نشوفه بمثل بالسوشيال ميديا يعني مثلا اليو ينتشر أي مقطع ينتشر اللي فيه رفض أو اللي فيه شيء سلبي نعم فأنت تشوف مثلا الفئة الأكبر رفضت سارة من البداية أنا في البداية في البداية أصببا كنت حتى أبين وجهي أنا في البداية كنت أشتغل بالميكوب وبالمكياج السينمائي وبالرسم والتلوين والأشياء هذه حتى قبل يشوفون وجهي كانوا رفضين شغلي يعني في البداية ما كان الرفض من سارة الودعاني شغل سارة الودعاني نعم كان مرفوض لأن كان جديد شوية على المجتمع وكانوا يرفضون رفض مخيف نعم فرفض الناس ما يسبب لي خوف أو ما يسبب لي قلق أو حزن لأن أنا أعرف أنهم مو فاهمين يعني أنا لما يجون الناس يرفضون من سارة الودعاني أو يهاجمونها والله دائما أردد بيني وبين نفسي ما يعرفوني ما يعرفوني فشي طبيعي بيهاجموني إذا أنت ما تعرف الشيء أكيد بصرفه طبعا أنت لا تلاحظة أن أكثر منتقدينك من الرجال ليش لا أعرف والله أنا إذا أنت عندك جواب أطنية لا أنا ما نعلم يعني أنا من حيث أنك أنت داخل وأكثر منتقدك يمكن تعرفين سبب معين والله أنا أقولك شيء سيد عادل يعني أقلتها قبل إذا اللي ينتقدوني عشر أشخاص فكل هذول عشر أشخاص كنت أتابعهم وأحبهم نعم والله العظيم سبحان الله فأنا أقول بس أنا كنت أعزة وأحترمها وأحس أني عادي أتابع فليش يجي ينتقد ما أعرف والله العظيم ما أعرف لأنه أحس أني أنا ما سببت لكم شيء يعني أنا لو في بنات يرفضوني أو بنات يتكلمون علي أحس شوية بتفهم لأنه طبيعي الرجل يكون ضد الرجل والمرأة تكون ضد المرأة يعني أو طبيعة بشرية أنه ليش هذا سوى ليش هذه سوى بالضبط فأنا أستغرم أنسي السوشال ميديا دخلت يفلوس وايد الشغل أي أكيد يدخل الحمد لله دخلت يفلوس وايد الحمد لله بس أنا ما أحتفظ بالفلوس أنا دائما مصرفة دائما تقطين على أمورك وأعليك والأمور هذه يعني اللي بيدك ملتك لا لي بس أصرفها بأشياء غلط أكثر الأسئلة المتعلقة بسارة الودعاني دائما متعلقة بالأحجاب إيه يستغرب والله طبعا شنو ردت عليهم خصوصا أن الأحجاب يقولون أن يمنع عليه تشغل وايد شوف الأحجاب ما يمنع شغل أنا يعني متأكدة أن الأحجاب ما يمنع شغل لأن المحجبة لها شغل والغير محجبة لها شغل يعني مو معقول أنا بجي أخذ شغلي وشغل غيري وشغل كل أحد يعني أنا ما أشوف الحجاب يمنع شغل وبالعكس إذا فيه شغل ما يجيني عشاني محجبة فحلو هذين متفهمين أنا وش وحدودي أو أنا إيش أقدر يعني مثلا مثلا على سبيل المثال إيش ممكن الحجاب يمنع عني شغل ما أقدر مثلا أسوي دعاية حق شامبو بالضبط مثلا فهل هذا يعتبر أنا منعت من شغل لا هذا الشيء ما يناسب ما يناسب بالضبط مثل ما دور معين ممناسب على فلان نفس الشيء نفس الشيء طيب إحنا برنامجنا قانوني الآن بقولك سؤال محرج لا لا تخافي ماك شيء دائما سؤالنا يكون للضيف هل انرفعت عليك قضايا انرفع عليك قضايا شوف أنا أقول بأي أحد في مجالنا يرفع ويرفع أكيد ترفع عليه قضايا وأكيد يرفع قضايا لكني أنا مرة ما أحب أتكلم عن هذا الجانب لأنه سلبي ومتعب إذا أنا بتعب ليش أجي أتكلم عنه وأتعب بالناس لا لأننا برنامجنا قانوني قانوني بس أكيد فيه أنا ما أقول لك ما فيه قد صار يعني انرفعت عليك قضايا ليش كلام مثلا قلتي لا 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 مو كلام في ناس يرفضون الشخص نفسه والله لا يعني شنو أنا الحين برفع على الاختسارة شنو تكييف القانوني في الرفع عليك كلها يعني كل هذه القضايا يعني ما أيش المصطلح القانوني صراحة ما أعرف بس إنها سقطت هذه القضايا لأنها أصلا أيها نقدر نقول؟ بالضبط لأن كل اللي رفعوها كان غلط يعني كلها أشياء غير صحيحة فنرفضت أو إنها نحفظت أو إلى آخر طيب أنت رفعتي قضايا على ناس؟ أكيد وايد شتايم وأمور؟ رفعت مو أني ما رفعت بس والله أني دائم أرفع هذه القضايا وقلبي يوجعني ليش؟ لأن ما أحب المشاكل ولا تحبين تكونين أنت سبب في النار؟ أبدا يعني أنا خصوصا يمكن كانت أول قضية صارت واكتشفنا أن البنت عمرها 14 سنة ولي كلمنا والدها والدها ما يعرف هي وش قاعدة تسوي أصلا يعني ماسكا أكاونت تسوي بلاوي وتتكلم عن الناس فأنا يؤلمني أكيد يؤلمني يعني أنا اللي أوجعني لأب أكثر من البنت يعني أنا ما أعرف وش بيئة البنت اللي خلتها تسوي هذا شيء بس ما أحب هذا المجار وستمريتي في القضية؟ لا رقم الألم اللي فيك؟ لا تنازلتي عنها؟ عشان أبوها لكن الباجين اللي قاعي ممكن يضايقونك كاعدت ترفعين عليهم قضايا نعم سواء داخل مملكة ولا برا في ناس من برا أغلبها والله من مملكة أكثر من مملكة طيب أنا بسألت سؤال بهذه المناسبة تعتقدين أن المجتمع يعني نقدر أقول الكلمة المصدر تنمر بما فيه الكفاية على سارة الودعاني ولا تجاوزتي هالمرحلة؟ أنا من أول لحظة متجاوزتها أنا أول ما طلعت بالسوشال ميديا كان حوالي ناس في نفس مجالي كان يجون يقولوني سارة كيف تتحملين كلام الناس نعم ردي شيء واحد ما أقرأ ما أقرأ عشان هل أتحمل أو ما أتحمل وإن قرأت فأقول ما يعرفوني ما يعرفوني فأنا عارفة وش حدودي أنا عارفة أنا مين سكرة إيش؟ أنا عارفة وعارفة حدودي وشوف أنا أهم ما يهمني أهلي نعم أهم والله العظيم يعني حتى لو في شيء بسويه أو ما رح أسويه بناء على رفض أو قبول أهلي هل تش قاعد دخلون في مواضيعة تشاورين هم يشاورونك؟ أكيد يعني قبل أجي أكيد قلت لهم بطلع ناس أب عادل يشرب والله وث標كت الآن قاعد يدخل طبعا ما عرفوش معنى كلمة يدخل بسوجي أكيد تشاور بينكم أكيد 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 طيب ترى أنا أكثر شيء أحب في سوجي إنها أحست مثل أهلي يعني مثل بيئة كيف أهلي يحبون يخافون عليه مثل أبوك مثل أخوك مثل كذا هو مرة يشبههم لما طلحتي اختسارة في الرقم التحفظ اللي عندكم بالمملكة وأنا أحيي هذا التحفظ شنو ردود فعل أهلتش وخصوصا الرجال إخوانتش إنه أخدتهم شلون تطلع والناس قاعد يشوفونها شنو ردود وفعالها شوف مثل ما قلت لك أول ما طلعت هنا طلعت بالميكوب فكانت الفكرة أنه أنا بالميكوب وشغلي بالميكوب وأنا ما أخطيت أصلا هذه الخطوة إلا وأهلي عندهم علم كامل وما عرفة كاملة أنا إيش بسوي نعم يعني ما طلعت بعد أن قلتهم ترى أنا طلعت أو ما طلعت وهم مرافضين لا نهائيا أنا أكيد أنه أهلي في البداية متخوفين بالضبط طبيعي وهذا شي طبيعي يعني كانوا متخوفين بس الحمد لله يعني أنا أهلي معاي الحمد لله بكل شي يعني أنا قاعد أسويه الحمد لله وهذا شيء أساسي للنجاح أنا بالنسبة لي الأهل وخصوصا الوالدين الأم والأب رضاهم بالدنيا كلها طبعا طبعا يعني أنا صد صد يعني أنا وش تسوى الدنيا وش تسوى وش يسوى النجاح وش تسوى الفلوس هذه كلها إذا أمي أو أبوي مراضين عني عمري مع أبي هذا النجاح بالضبط استاذة أنت أكثر مشاهير السعودية طرحا للراي في كثير من المواضيع خصوصا في المواضيع الجدلية مثل دائما تخرجين على المألوف خصوصا في المجتمع المحافظ يعني دائما يعني إذا في موضوع شيء انتهي شوية نقدر نقول انفتاحية أكثر الله لا فاكس يعني أنا كل ما يصير سالفة وترند وشيء بالمجتمع قاعد يصير أنا أبعد واحدة عنها صراحة ما تدخلين في الأمور هذه يعني كل مواضيع اللي ممكن أنا قد أتكلم عنها اللي أنا عشتها اللي أنا يا سارة عشتها لكن شيء جدد لي في المجتمع ما حسني ممكن أتكلم فيه لأنه ليس تجربتي يعني ممكن قد صار وأنا ناسية لكن فعلا ما أتذكر أبدا أنه أنا أنت شاركت فيها ما أتذكر لأنني ما أحب الشوشرة أف ما أحبها الشهرة شنو عطتت الشهرة وشو عطتني ما أتري حطتت حب الناس أكيد أكيد طبعا طبعا لا يعني أنا فكرت قصد شيئا لا 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 حب الناس أكيد وأنا أحبهم طبعا أنا دايما أقول إذا في أحد يحبني فأنا أكيد أحب أكثر من ما يحبني زين والشهرة شنو ضردتك فيه مبطرر قدم أنه تعب الشهرة متعة يعني عمره ما أحد راح يقول لك أن الشهرة إيجابية 100% فيها تعب فيها جهد فيها سلبيات فيه أكيد فيها تعب أنت يعني أمام يعني ما راح أقول مثلا 32 أو 33 مليون نسمة مثلا أنا أتكلم عن السعودية نعم أنت مستوعب أن كل هذا المجتمع أكيد أنه ليس هذا المجتمع كل يعرفني بس أنا أقولك مليون نعم مثلا مليون يعرفك هذا بحد ذاته هذا بحد ذاته تعب ومسؤولية ومسؤولية أكيد أكيد فهذا ممكن يتعبت من بعض الأمور يعني أن الشهرة وأن أضواء الشهرة هذه ضايق بعض الساعات أكيد تتعب تتعب يعني وأحس أني أنا قاعدة أتعب منها زيادة الحين أول ما قررت أتزوج ما أدري شنو ليش تتعب هذا لأنه أنا ما قررت أن يكون معي نعم يعني بالإعلام نعم هو أصلا ما يبغى الإعلام هو نفسه يعني مع أنه شفت بأحد الصور مستانس ويضحك وشذي من الإسنابات لا ما قلت صورتها أنا متأكد في صورة بينكم أنا شفتها أنا شايفة بعيوني مليون بالمئة أنا يمكن ما أدري يمكن في لبس يمكن أخوك ولا شي لأن أتذكر عرسك وشذي كنت تصورين ومن فوق السلم كأنه ومع أبوك أنا شفت شيء أو أخواني يمكن لكن راح لا ما صورتها نهائيا ما يبي ما يبغى نهائيا هو الشيء الثاني أنا في يوم الأيام أول ما صرت مشهورة وكذا ترى أنا ماما عمرها ما قالت لي عن الزواج شيء أو مثلا عمرها ما شفتها تدعي لي أتزوج إلا يوم شهرت ناشاء الله ما أدري ليش يمكن كانت خايفة علي وخايفة من المسؤولي الكبير ما صارت عليهم لا 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 مبعليهم هي لأنه أنا مثل ما قلت لك أنا أشتغل بالرياض فكان عندهم خوف أنه يعني مو بخوف يعني ودها أن بنتها معاها زوج نعم فأنا لما ماما كانت تتكلم فأنا أجل أقول يعني كنت دائما والله أتهرب لما تدعي أكيد ما راح أقول لها أنا ضد هذه الفكرة بس أقول إن شاء الله إن شاء الله وأسكت وأمشي يعني أتحاشى يعني أتحاشى قصدي هذا الموضوع بس لما فكرت فيها يوم من الأيام قلت أنا لو بتزوج لازم أتزوج واحد مو مشهور لازم وهذا اللي صار الحمد لله شنو ردت فعل ريلك وإنت مشهورة ولما يكون معاك في أماكن عامة ولا تشذي شنو ردت فعله هو كان وجربتيها أي هو معاي في مجال شغلي فهو عارف مين سارة عفوا شنو يعني مجال شغلك يعني في السوشيال ميديا في شغلي أقصد بالشركة بالشركة فهو عارفت وحافظت عارف مين سارة يعني بالضبط وعارف مجال شغلي وعارف أنا لما أطلع إيش يصير علي وهو يعني مستوعب وأنا متأكدة هو ما قرر يتزوج سارة إلا هو عارف كيف إلا هو دارس يعني الموضوع مليون بالمية وما قرر إلا حتى أهله درسوا الموضوع مليون بالمية مستحيل بيتزوجني وهو عنده شك واحد بالمية بتحمل أو ما راح تحمل هو عارف أنه مين سارة إيش شهرتها هل أنا بتحمل ولا لا شنو آخر طلعتش بالسوشال ميديا آخر طلعتش نعم بالسوشال ميديا يعني شنو آخر ما قرر إذا في يعني شنو غررتش شنو طلعتش شي جديد أنا مو كثير بتويتر بس يعني يعني أغلب اللي قاعد يصير حين عن الزواج أكثر شي كل الكلام عن الزواج وكذا أي من هو ما تقولي من هو يعني أنا ضد أني أقول مو عن شي يعني هو ما فيه مشكلة ما فيه شي يعني الناس يعتقدون أن أهل رافضين أو هو رافض ناخدها حصرية كيف من هو ناخد حصري أو ما تبين نهائي نهائيا يعني يعني كاف يعني كاف أني قلت بتزوجت أصلا هذا بحد ذات إعلان يعني وأنا يعني أترى أنا كنت حتة مفكرة كنت أناقش ماما أقول لها ما أعلن أنه أنا أصلا أتزوجت يعني طبعا كده أصبت علي أصبت كان هو إحنا عندنا في الكويت شيء اسمه مثل ما تقولين ملشة وعرس هذا كان ملشة هذا ملشة والعرس إن شاء الله جريب إن شاء الله ها بالنحية ما حددتين لا لا حددت بس يعني قاعدة أشوف هو جريب أو لا يعني إن شاء الله بعد رمضان نقدر نقول إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ألف مبروك عليك الله يبارك إحنا طبعا ويتسعيدين لزواجت ويتسعيدين لنشاطك في السوشال ميديا أنا في حلقات ويتتكلمنا أنه في أخطاء سلبية بالسوشال ميديا ولكن أنت بعيدة أنت إنسانة محترمة أنت إنسانة لت نشاطك الواضح الإيجابي في السوشال ميديا فعسنا الله إن شاء الله يبارك لت ويبارك لت زواجت وإن شاء الله معزوم أنا أكيد أتشرف إن شاء الله لا عدد أنا بس زواجي ببر السعودية هذا شيء حصري أين إن شاء الله أين في الخارج في الخارج العربي وشون يروحون معازيم لكم أجيبهم بالطيارة عنديك فلوس فائد توجك لتي ما عندي لها مصاريف لا لا ما أقول إن هذا قاعد أجمع عشان أسوي هذا العرث حلم حياتك إن تسويينه بره صح؟ والله حلم حياتي خصوصية أكثر لا حلم حياتك إنه إنه ودي تسويين عرس بره طبعا أو تأتزم الناس يعني العرس هو إنه يكون خاص أنا أشوف يعني في حفلة مثلا تصير قبل العرس بعد العرس هذه الحفلة حلو إن أنت تشارك فيها كل اللي تعرفهم نعم لكن أنا أشوف الزواج نفسه حلو أنت يعني قصدي الزوج والزوجة والأهل فقط يعني آها بس رحين بره رح يكون بره بره في أحد الدول الأوروبية تقريبا ما دي هي أوروبية ولا وشو ما أدري أو جنوب شرق آسيا والله ما تدري بس بره الخليج بره تماما أسأل الله يوفقك آمين نتمنى على التوفير كل الشكر لهذا اللقاء الله يوفقك وكل الشكر لتشرفك لنا إن شاء الله الله يوفقك شكرا أني أعطيك ألف عافية وأنا سعيدا جدا وأنا أسعد ومشكورة وأسأل الله يوفقك يا رب آمين ما قصرتي الله يفعدك شكرا إذا لمشاهدين هذا كان لقائنا مع الناشطة في السوشيال ميديا الأستاذة سارة الودعاني وذكرنا بعض الأمور التي أنتم طرحتوها من خلال تواصلي معكم لماذا لا تقابل الأستاذة سارة قابلناها والأسئلة التي قلتوها وبعض الأمور القانونية وطبعا احترمنا بعض الخصوصيات التي لم أحبت تقولها يعني حرصا على مشاعرها وحرصا على خصوصيتها والحمد لله على سلامة مديرة أعمال تشارة أي والله حبيب متواصل معها أي عملية بالمرارة والحين إن شاء الله أحسن أسأل الله إن شاء الله يقومه بالسلامة آمين يا ربي أعطيك الحافظة شكرا من الهوى نقول لها أسأل الله إن شاء الله يقومك بالسلامة حبيب تيارة قلبي وعمري أنا حياتي بدون كل شي أسأل الله إن شاء الله يحفظ لتياها ويخليك محق بعض أعزى المشاهدين إلى فقرة أخرى والفقرة الأخيرة من فقرات برنامجنا